طيب يا صديقي في الفيديو ده هنشوف طريقة ربط محفزة اوميجا بميتا ماسك وازاي اصلا نفتح المحفزة وازاي هنضيف الشبكة اوميجا من نت وازاي هنطالب بعملات اوميجا علشان نستعد المرحلة البيع هنفتح المحفزة ازاي ده اول خطوة اول حاجة طبعا حضرتك عندك محفزة ومثلا عليها عملات عليها اي حاجة فالحاجات ده مهمة قبل ما نخطو اي خطوة حضرتك لازما يكون معاك الاثنشر كلمة الكلمات المفتاحية عشان تقدر تفتح المحفزة بهم في وقت تاني وما يدهش منك اي حاجة طيب احنا دلوقتي هنقفل المحفزة دي خالص دي محفزة اوميجا بتاعتي بس انا بدي لحضرتك اكشارها احنا هنطلع من التطبيق خالص ونضغط على التطبيق ضغطة مطولة وهنتغط له على app info وهنتغط له هنا clear data وهنتغط له clear all data وهنتغط له اوكي كده هو هيطلعنا من المحفزة نهائي لو اي محفزة متسجلة هيطلعك برة وهيفتح لك التطبيق كأنك لسه منزله جديد لكن التطبيق لسه جديد مع حضرتك get started همشي معاك بقى خطوة بخطوة هنا هنقول له import احنا مش عايزين ننشئ محفزة جديدة احنا هنفتح محفزة معنا بالفعل هنقول له import اول حاجة هنا هنحط له الاثنشر كلمة بتوع محفزة اوميجا اللي انا قلت لحضرتك عند انشاء المحفزة خلي بالك الكلمات دي هات مهمة جدا ولازم لحضرك تبع عرفها علشان هنستخدمها في الاوقات الجاية طيب اول حاجة هنحط له الاثنشر كلمة في اول خانة هنا هجيب الاثنشر كلمة بتوعي وارجع لحضرتك تاني تمام يا صديقي كده حطينا الاثنشر كلمة بعد كده هنحط له البسورد بتاعنا هننشئ بسورد جديد حروف وارقام اول حرف خلي كابتل مثلا والباقي small وكتب اي ارقام في الاخر طيب تمام احنا هنا كتبنا له البسورد بتاعنا تأكد ان علامة صحة بالاخدر موجودة جنب البسورد اللي حضرتك انشأته وبعد كده هنضغط له على كلمة import تمام هيفتح لحضرتك الواجهة دي هنقول له كده المحفظة بتاعة اوميجا مفتوحة عندك في قلب تطبيق ميتا ماسك هنضغط هنا x نشيل له الخانة دي هنضغط x تاني طيب احنا دلوقت عايزين نضيف الشبكة بتاعة اوميجا هنضغط على السهم اللي فوق ده وهنضغط له على add network هنضغط له على الكلمة دي اول خانة هنقول له هنا اوميجا تاني خانة هنحط له طيب تالت خانة هنقول له هنا ربعمية وتمانية والسيمبول هنكتب له هنا طبعا واخر حاجة الاخير هنحطه له وكده الدنيا تمام معنا من غير اي مشكلة هنقول له add تمام كده قال لحضرتك اللي انت ضفت اوميجا من net هنتغط له هنا ظهر عندنا هنا عملة اوميجا وظهر رسوم الغاز اللي حضرتك هتحول بيها او هتتعامل بيها بعد كده ودي تبقى مجانية من الفريق لحضرتك هنا مكتوب خمسة سنت ما تاخدش بالرقم ده خالص ده رقم تجريبي او رقم تقريبي يعني سعر العملة لا يشترط اللي هي تكون بالسعر ده نهائي طيب كده امورنا تمام احنا دلوقتي عايزين نعمل مطالبة للعملات بتاعتنا هنعمل مطالبة ازاي هنضغط على البراوزر او المتصفح من تحت هتلاقيني برضو سايب لك لينك تاني في الديسكريبشن وكومنت المثبت هتاخده كوبي وتحطه في قلب المتصفح هنا في علامة البحث هنحطه له كده بالشكل ده ونعمل بحث هيفتع لحضرتك وجهة الكلم او الاستلام بتاع العملات بتاعتك او مجانية تورك هنضغط له على الثلاث نقطة اللي فوقها على اليمين وهنعمل له كونيكت ولت او ربط المحفظة وهنختار طبعا ميتة ماسك هنا بقول لحضرتك كونيكت اكاونت احنا هنقول له هنا كونيكت كده عمل لحضرتك ارتباط بدون اي مشكلة طيب لو رجعنا هنا عشان نضغط استلام او كلم لا اه في دلوقتي حاليا مشكلة والفريق يتكلم عنها وقال اللي هو يحلها لو ضغطنا هنا كلم مفيش اي حاجة لازما المربع دايب عند حضرتك باللون الازرق علشان تقدر تستلم العملات بتاعتك الكلام ده هنقدر نعمله امتى او هنقدر نستلم امتى خلينا نشوف الرسالة بتاعت الفريق اللي موجودة على التليجرام بتاعهم تمام يا شباب دي ات الرسالة اللي كان الفريق منزلها وانا ترجمتها وجبت الحضرتك سيأكل تي جي اي حدث توليد الرموز الخاص بشركة امجا نتورك في الساعة 9 بالتوقيت العالمي يوم 16 يبقى احنا الساعة 9 بالتوقيت العالمي يعني تقريبا ساعة 12 بتوقيت مصر طبعا احنا نبقى متابعين يوم 16 اللي هو بكرة سنرسل برنامج تعليميا لعملية المطالبة بالرموز المميزة القادمة اليوم يعني هما النهاردة هينزلوا انه يمكن للجميع المطالبة بالرموزة قبل الادراج يعني هتقدر تطالب بعملاتك قبل ادراج العملة تمام عندناش اي مشكلة تم اصلاح خطأ بسيط يسمح بمطالبة الرموزة المبكرة لعدد قليل من المستخدمين لا شكرا على وجه طيب احنا دلوقتي هنفضل منتظرين لما يتيحوا لينا استلام العملات العملات بتاعتنا هتبقى على المحفظة نرسلها على المنصات عادي اي منصة حضرتك تحبها ونبدأ نبيعها هناك ساعة فتحي التداول بالزبط لما يكون العملة في البنبن بيع احنا في على سقر وهبقى عامل لحضرتك برضو فيديو تاني بكرة الصبح ان شاء الله اعرف حضرتك الطريقة ديت وازاي هنتعامل في مرحلة البيع وكده يا شباب يكونان شرحت لحضرتك الخطوات اللي مفروض تعملها بالنسبة للرصيد اللي كان في المحفظة واختفى والكلام من ده ده رصيد حضرتك بينتقل للشبكة الرئاسية ما تقلقاش على رصيدك رصيدك في امان تابع مع انا برضو على جروب التليجرام هناك بنزل جمال اخبار جديدة هقول لحضرتك خش استلم اللي استلام بقى مفتوح وهتابع مع حضرتك برضو في مرحلة البيع وفي كل الخطوات اللي جاية مش هسيب حضرتك تبخلش علاقة بقى باللايك الجميل بتاعك اشتراك لو حضرتك مش مشترك واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم